ايه هي الرسائل الملغومة او الرسائل الاحتيالية اللي هي بقت سمة من سمات العصر ده النهارده بقت بياناتك هدف لكل هاكر عايز يسرقها علشان يتاجر بيها في الأسواق السوداء المتعرف عليها دوليا بالضبط هي طبعا في العصر الحالي البيانات بقت كنز والكنز ده بيجيب فلوس كتير وتسريب البيانات وبيعها ده بيجيب فلوس كتير وبقت صناعة حد ذاتها يعني الرابط الملغومة او التصايد الالكتروني ده حاجة نوع من النوع الهاكينج اسمه الفيشنج يعني الفيشنج ده عن طريقه انا ببعط لحيك رسالة سواء الرسالة دي جالك على الواتساب او جال حيك على الايميل بتاعك او رسالة على الفيسبوك الرسالة دي بقولك فيها جملة معينة وبحط لك لينك عشان تدوس على لينك ده هدفي الاصلي انك تدوس على لينك ده قد اشجعك على ده عن طريق ان انا مثلا اغريك اقولك اسمك كسب الجايزة الكبرى ودوس على لينك هنا عشان تعمل ودخليني معلوماتك عشان تتوجه تروح تاخد الجايزة او بشكل تاني اقولك الحساب بتاعك في البنك اتوقف واحنا قدرت البنك وبنبلغ حضائك انك لازم دوس على لينك ده وتحدث بياناتك عشان نشغل نعيد تفعيل الحساب بتاعك هو استخدم في المرة الاولنية وممكن يبقى رابط البنك كمان بس من غير اتش تي تي بي مش بس فكرة اتش تي بي ودي نقطة هنتكلم عليها برضو ازاي اكتشف الرابط انها رابط احتيالية اولاق يعني فانا استخدمت في المرة الاولى الترغيب ان انا قلت الحاكي ان فيه جايزة وبتاع فانت هتبقى متلهف انك تدوس على لينك او استخدمت الطريقة الاخرى اللي هي الخوف او اقولك انت قدامك 24 ساعة والاكاونت بتاعك بتاع الايميل يتقفل لانه وصل لحد الاقصى فبالتالي لازم تقرار 24 ساعة تخش على لينك ده استخدمت طريقة التالتة اللي هي التخويف مع السرعة لانك دايما في السرعة ما تفكرش كويس وانت تأخذ القرار بتاعك فتبقى بسرعة على طول بتدوس على لينك وكذا وفيه برضو ميسجز من نوع انت كنت موجود في المكان الفلاني او دي صورتك في المكان الفلاني ايوه خش شوف فطبعا الناس بتتخض جدا بالزبط كده هي في الاخر التصنيف الرئيسي والتطبيب الرئيسي لها وبستخدم الطريقة من الطرق سواء الترغيب او التخويف او كده عشان يدفعك انك تدوسي على لينك ده طب هو ايه هدف هو انك تدوسي على لينك ده فيه اكتر من حاجة فيه مثلا لو دوست على لينك فبيدخلك على سايت وهمي السايت ده بينزل في البرنامج بيرنامج بينزل على موبايلك او على لابتوبك او على التابلت بتاعك او على PC بتاعك البرنامج ده بيكون مليشوس يعني من البرامج الخبيثة يعني اللي منها تقدر تعمل اكتر من حاجة تقدر تمسح البيانات بتاعتك تقدر تضمر البيانات بتاعتك او تقدر الاهم انها تشفر البيانات بتاعتك لو على PC مثلا وعليه ملفات الشغل بتاعتك وحاجات مهمة جداً من نسبالك تشفرها وتطلب منك فدية تطلب منك فلوس عشان أفك الشفرة وعلى فكرة الموضوع ده فعلاً ودي كانت هجمة كبيرة استهدفة القطاع الطبي على مستوى العالم يعني وأكتر الدولة تدارت منها كانت بريطانيا بيشفروا الملفات ومفيش طريقة الفك التشفير ده فانت غزباً عنك تطير تدفع الفدية يعني الشخص بيكون دخل على التليفون دخل على الموبايل أو دخل على اللابتوب هو عنده أكننا المسكل اللابتوب أو الموبايل بالضبط هو بينزل حاجة احنا بنسميها تروجين هورس أو حسان ترواضة هو بينزل ملف عندك على اللابتوب أو على الموبايل وبيقدر يكلم المنف ده من بعيد تمام؟ ومن خلاله بيقدر ياخد هاكينج على الموبايل بتاعك سواء كان على اللابتوب مثلاً بيشفر ملفات أو مجرد أنه هو بياخد أكسس أو صلاحي الدخول على الموبايل بشكل كامل يقدر يفتح الكاميرا بتاعتك يقدر يفتح المايك مش لازم تكون يتكلم في تليفون ممكن يكون يتكلم في حيك حد تليفون جنبك وفي حوار مع ناس طبعا كل الحوار اللي حوالين التليفون ده ملقوط الناحية التانية فيقدر يأكسي الكاميرا يقدر يأكسي المايك يقدر يأكسي اللوكيشن بتاع حضرتك يقدر يختار الكاميرا الأمامية أو الخلفية يقدر يشوف السكرين لو حيك بتبراوز حاجة فهو شايف انت بتبراوز ايه بتفرج على ايه وبتدوس على ايه يقدر ياخد حاجة اسمها الكيستروكس أو الزراير اللي انت كتبتها على الكيبورد عش تكتب الباسورد بتاعك وانت تدخل على الايميل فهو عارف زراير ايه اللي انت كتبتها فبالتالي عارف الباسورد بتاعتك اذا لما بنزل تروجين هورس بيبقى هدفه ان اخد سيطرة على الجهاز بتاعك سواء كان موبايل سواء كان لابتوب وهاكذا او هدف تدمير البيانات او هدف سرقة البيانات لان قد يكون التروجين هورس ده بيبعت البيانات بتاعت حضرتك لجهة ما او للهاكر يعني عشان في الاخر ياخد البيانات دي ويباعها او يباعها ليك انت شخصيا بانه شفارها ويقفلها فما تعرفش انت تفتح ملفات شغلك اللي هي مهمة بالنسبة لك فتضطر تدفع له فيديا عشان الكلام ده